السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة هذا الفيديو جد مهم متابعته من عند الآباء والأمهات الذين يعيشون في ألمانيا والذين أطفالهم يذهبون إلى الروضة أو يذهبون إلى المدارس جد جد مهم كي لا يحصل لكم التباس خصوصا أنه هذا اليوم البرلمان الألماني صوت بالإجماع على قانون إجبارية التلقيح ضد مرض الحصبة بحمرون بالألمانية مرض مازن اليوم هو الرابع عشر من شهر 11 2019 إجبارية التلقيح فجميع الآباء والأمهات مجبرين بداية وسأخبركم أيضا بالمواعد بداية من سنة 2020 وهناك أيضا تمديد إلى غاية 2021 بأن يتبتوا للروضة وبأن يتبتوا للمدارس بأن أبناءهم قد لقحوا ضد مرض مازن ضد مرض بحمرون الحصبة كي لا يتم فرض غرامة على الآباء والأمهات غرامة 2500 يورو عندما الآباء والأمهات لا يلقحون لأبنائهم سأخبركم بكل التفاصيل في هذا الفيديو وأيضا جد مهم أن تعرفوا بأنه بداية من السنة المقبلة بالنسبة للأطفال الذين سوف يدخلون إلى الروضة إذا لم تحضروا ورقة تثبت بأن ابنكم أو بنتكم وقعت يعني لقحت ضد مرض مازن فيمكن أن يمنعوها من الدخول إلى الروضة فلنبدأ أصدقائي الآن سوف نتكلم عن الأطفال الجدد الذين سوف يدخلون إلى الروضة وسوف يدخلون إلى المدرسة القانون سوف يبدأ يوم 1-3-2020 1-3-2020 سيصبح قانونا رسميا يعني إذا رغبتم أن تدخلوا أبناءكم إلى الروضة السنة المقبلة ولم يكن عندكم أو ابنكم أو بنتكم لم يتم تلقيحها ضد مرض مازن الحصب أبو حمرون سوف يمنع من إدخالها إلى الروضة يعني سوف يتم منع من إدخال ابنكم أو بنتكم إلى الروضة بالنسبة للأطفال الذين سوف يدخلون السنة المقبلة إلى المدرسة إذا لم يتبت أنهم تم تلقيحهم ضد هذا المرض فسوف يتم إدخالهم إلى المدرسة لأن المدرسة هي إجبارية ومجبر أن يتم إدخالهم وسوف يعطوكم فرصة إلى غاية 2021 بأن تلقحوا لأبناءكم إذا لم يتم التلقيح يمكن أن يفرضوا عليكم غرامة 2500 يورو ستسألونني ماذا عن الأطفال الذين يوجدون الآن في المدرسة وماذا عن الأطفال الذين يوجدون الآن في الروضة الدولة الألمانية تعطي للأطفال الذين يوجدون في المدارس ويوجدون حاليا في الروضة تعطيهم أجلا لغاية 2021 لغاية 31 سبعة 2021 من أجل إتبات بأنه ابنهم أو بنتهم تم تلقيحه ضد الحصبة أو أبو حمرون مارب الألماني مازان أيضا إجبارية التلقيح ستكون في الأشهر المقبلة أيضا على كل من يعمل في الروضة وكل المعلمين والمدرسين الإعفاء من هذا التلقيح يكون فقط بالنسبة للحضانة للأطفال أقل من سنة لأنه خطير عليهم أو إذا استطعتم أن تحضروا من الدكتوري من الطبيب ورقة بأن التلقيح سيسبب خطرا على ابنكم أو على بنتكم لذلك لا يمكن تلقيحه في هذه الحالة سيتم إعفاء الشخص تم هذا اليوم التصويت على إجبارية التلقيح في البرلمان الألماني بأغلبية 459 صوت من عند أحزاب الحكومة التي هي حزب CDU, CSU, SPD إضافة إلى الحزب الليبرالي FDP رفض هذا الأمر 89 عضو في البرلمان اللي هم من أعضاء حزب البديل في المعارضة وامتنع عن التصويت أعضاء حزب الخضر وحزب اليسار يعني 105 برلمانيين اعترضوا عن التصويت هذا هو الخبر وأرجوكم أنشره لأصدقائكم أنشره للناس التي تعيش في ألمانيا للعوائل كي يعرفوا هذا الخبر كما قلت لكم سيبدأ القانون يوم 1-3-2020 وضروري أن تتبتوا بأنه ابنكم بنتكم قد لقى حضد مرض الحصبة بوحمرون من يرفض غارامة 2500 يورو يمكن منع الأطفال من الذهاب إلى الروضة إذا لم يحلقح الواحد وإذا أطفالكم الآن في المدارس كما قلت لكم عندكم وقت لغاية 317-2021 شكرا على المتابعة السلام عليكم إلى اللقاء